الحقيقة انه موضوعنا النهاردة هيكون موضوع مهمة قوي وهو الحنين الى الماضي مين فينا ما بيحنش للماضي؟ مين فينا ما بيحنش للحاجات اللي ممكن كان بيعيشها زمان؟ الحقيقة انه الحنين للماضي احيانا ممكن يوقف حياتنا الماضي ده ممكن يرجعنا لذكرى ممكن تكون سعيدة وكمان ممكن تكون حزينة بنرجع لها بصورة بنرجع لها بموقف بنرجع لها بذكرى بنرجع لها بشخص ممكن نرجع لها بمكان حد فينا عمره سأل نفسه ايه سر حنلنا للماضي حد فينا مرة سأل نفسه ليه دايما الشعور ده بيطردنا ليه دايما شايفين ان اللي فات أحلى مع ان اللي جاي ممكن يكون أحلى بكتير مين فينا لما بيزور بيته القديم ما بيحنش ليه مين فينا ما بيحنش للأيام الحلوة اللي عدينا بيها في مراحل حياتنا واحنا أطفال واحنا شباب الأماكن ليها ريحة الناس ليها شكل وليها ذكرى الحقيقة ان كل واحد فينا لما بيروح بيته قطو وهو طفل بيحس كده بالأمان الحنين بياخدنا لأيام الطفولة ده أكيد بس كمان مش المفروض ان ياخدنا لدرجة ان احنا ما نفكرش في اللي جاي الحقيقة انه زمان كلنا واحنا أطفال لا كان في خوف ولا كان في مسئولية ولا كان في قلق كانت كل حاجة حلوة وكانت كل الناس مبسوطة الحالة دي من الحنين بتوديك لعالم تاني وهو ده موضوع روايتنا النهاردة